مايك ووظف تأمنات ورب عائلة بتتكون من زوجة ودني ابنهم وبتكون حياته هادية روتينية بيحاول هو ومراته نوم يأمنوا مستقبل ابنهم عن طريق تحديد الجامعة المناسبة ليه في الدراسة والمناسبة ليهم في المصاريف وبيبقى مكان شغله بيحتم عليه ان ياخدوا القطر يوميا من بيته لشغله لدرجة ان شي ناس معينة بقى عارفها من كتر ما بيشوفهم بياخدوا نفس القطر معا يوميا لحد ما بيوصل مكتبه وبيكون مسؤول عن اقنان عملاء انهم يأمنوا على حياتهم وبيوتهم وبيحتاج بقى اي شكل العمول اللي بتطلعوا له من وراء التأمين عشان مصاريف بيته وجامعة ابنه لحد ما بيبلغوا مديروا في يوم انه هطلع معاش مبكر قبل سن المعاش بخمس سنين وبيتديروا مكافئة نهاية الخدمة وبيخرج من الشركة وهو منهار من كتر التفكير اللي بيفكره انه زيها يكمل حياته ويصرف على عائلته ده غير الفلوس اللي ابنه محتاجة عشان يدخل الجامعة اللي قدم فيها وانه عليه قروض للبنكة لازم تتسدد وبيتسل بألكس صاحبه عشان يقابله في اقرب حينة وبيحتير له اللي حصل وبيقوله انه مش هيقدر يصرح مراته دلوقتي انه بعد ما يعرف هيتصرف ازاي ويهملي في الديون اللي عليه وانه بعد شغل عشر سن في التأمين اضطرت بكل سهولة ومستقبله ومستقبل قالته نهار في اللحظة ومش عارف هيتصرف ازاي وبيحاول ألكس انه يوسيه وبيقوله انه لازم يقوله مراته عشان يفكروا صاحب حياتهم اللي جاية وبعد ما بيخلصوا كلام بيرجع مايك تاني للقطر عشان يرجع بيته وبيلاقي ان محطة القطر زحمة جدا بسبب انتشار رجال الشرطة في المحطة لتفتيش كل شرطة الركاب وبياخد مايك باله ان فيه واحد اول ما شاف الشرطة قدامه بعد عنهم كأنه بيحاول انه يتجنبهم واسناء طريقه لدخول القطر بيخبط شي واحد جامد وبعدها بياخد مايك باله ان موبايله تسرق لكن بعد ما بيكون ركب والقطر تحرك وما فيش امل ان ينزل يدور على الحرامي وبيدور على مكان يقعد فيه فبيسمع واحد بيتكلم في التليفون وبيقول ان الموضوع لازم يحصل النهاردة وما فيش عزارها تتقال تاني فما بيهتمش وبيقابل وولت صاحبه اللي دايما بيركب مع القطر وبيقول وولت ان فيه واحدة بتبص عليه ومركزة جدا فيه لكن مايك ما بيهتمش وبيكمل تدوير على مكان فاضي بيقعد فيه في عربية القطر وبيقابل في طريق وسام فرد امن في القطر وهو بيحاول يصلح التكييف العطلان في عربية من عربية القطر وبيكمل حركة في القطر لحد ما بيقعد في عربية وبيشوفه قدامه شخص بيتكلم بصوت عالي فبتدائي البنت اللي ركبه جنبه وبتقوم من مكانه وبتخط استمع في ودنها عشان ما تسمعش دوشة القطر وبيحبهنه ان فيه سكة ترابه فعلا لحد ما بتيجي من محبة اللي بعدها وبينزي فيه روكاب تكير وبيقدر مايكو نيوات في مكانه ويفتاح لحد ما يوصل بيته وبيلايس هيك اللي كانت تكرابه جاتوري في الجنب وعشان يشيد شلطته من على الكرسي اللي قدامه وتعودية وبتفتح معا كلام بحسوس الرواية اللي بيقراها وبتعرفه على مفسان نسبها جوانا وانها تدرس السلوك البشري وان وظفتها يفتح احوارات مع ناس غليبة وده بيخالها تتعرف للإحراق دايما وان من مخاطر لمهنة كلام مع ناس غنيبة مش عارفها هيبقى رفضة في قلوم ضد ضائي فبيقول لها ان اغلابات اللي راديوين القطر هم نفس اللي بيركبوه كل يوم لانه في 14 سنين بيركب نفس القطر وبيشوف نفس اشكال الناس كل يوم وبيسألها مايك على الهدس من الدراسة بتاعتها فبيقولوا ان فيه حواني 100 شخص في العربية الواحدة وهي من نفسي بيقول ان فيه 16 شخصية بشرية فعم بفصارد ان فيه 6 اشخاص لكون شخصية بويدين حوالها في العربية وهدفها بقى انها تعرف الشخص اللي بتكلمه انا شخصية في 16 وبتعرض علينا تسأله سؤال بسيط ومن خلانه هتعرف شخصيته فبيوافق ارميك وبتقوله جوانا هيبقى يرد فعله لو طلبت منه يعني بالفعل بسيط ايه واسكر انه قدر يأمله ويفاني ده هيأثر تأسير كبير على علاك بوقت بس في القطر ومقابل فعله ده هياخد 25 ألف دولار موجودين حاليا في حمام العربية وهيبقى ليه خمسة وصبين ألف دولار باعلي كان فيز الفعل اللي هيتطلب منه ويفعله هو انه ليه شخص معين ركب القطر مش معروف هو رجل ولا ست واسم الشخص ده وبرين لكنه مش الاسم الحقيق وكل اللي تعرفوا عنه ننزل في محاب تاسمها كولد سبرينج ومعشان تفيها عجب مهمة جدا لنسبة لها سلو لقاء او لقاءها هيبقى من مصيوه 100 ألف دولار بشرط واحدين وما يحوقش من قطر اللي بعد ما يلايه برين وبتقوله نعم وتوقع حاجة زي كلم مشاكة بقى صعبة على شورتي سلق زيه سب يستور بذيقار في اتنين لو كان شورتي سابق وبتنزل من المحطة وبتسيب ميكو وبيفكر في كلامها وبعدها بيقرع انه هو حمام القطر فعلا ويدور عثوس ليه قلت عليهم وبيفضل يدور في كل مكان في الحمام لحد ما بيران في كيس محطوط في سطح تهوية الحمام وبعجب ما بيقضوا بيلايه في 25 ألف دولار فعلا زي ما جوانا قلت له وبيتأكد ان الموضوع ده جد وبيخرج من الحمام وهو بيفكر انه يشترك في لقبتها لكن بيكرره اترك جيل قوي قدامه ورحلة البحث عن فرين هتحد وقت طويل وبيلجأ انه الكومسار اللي بيأتع كذاك اللي ممكن يقدر يقوم دايرك البحث بين الناس اللي هتنزل محطة كل ده سبرين جبس وسيقدر يدور في يوم لكنه ما بيستفادش حاجة من سؤاله لانه الكومسار ما بيكونش عارفة ديديه الراكب وبيضع في مقاطر في المحطة قدعته وبيفكر مايكلو يهربه مع الفلوس ولكنه بيضعي حد وقف قدامه وبيقول له انه لازم يدور على مطلوب منه وبيديده جواب وبيسيبه وبيمشي سوف يفتح مايكل جواب بيلا انه فيه دبلة ممراته وبيفهم ان الموضوع قلب جد وبيمهدن موبايله مسرو فبيجل على كتوني صديقه اللي بيركمال قطره كل يوم وبيطلب منه موبايله ضروري وبيحاول اتسان بمراته لكنه بيلايه الشبكة وبيكون وولت صاحبه قدامه بيره جريدة فبيطلب منه بيكونه يقره حبر سريع في الجريبة وبيكتب عليه في انا مرسنة وولت انه يتسل بالشورطة فورا لنهاته في خطر وبيشيبه وبيلوح الاخر بقطر عشان ينقض شبكة ويتسل بمراته ويتطمن عنها لكن بيناه موبايله مقفول فبيتسل في أليكس صاحبه وبيسيب يرساله على موبايله وبيقوله انه في خطر وانه لازم فورا يروح لبيته هو ويتطمن على مراته ودنه وبعدها يتسج بيه على نفس الرقم ده وبتكون المحطة اللي نازل فيها وولت صديقه جات وبيشوفه قدامه هو نازل من القطر ومعه الجريدة اللي كتاب يرسال عليها واب يفهم القطر مياه في البيهات الشخص اللي هارد ما يكتفتيش ساعة ما كان ديركب القطر دخل القطر قدامه لان مايت بيكون مهلمه وبنوشمل على رقابته وبيروح ورافها بتجينه مكانة مع الموبايل اللي معامل جوانا وبتقوله انه وافق يشارك في اللعبة لكنه خلف القوارد وبتقوله انه بوست من شباكة بقطر على وولت وبيشوفه هو في الإشارة وبيجي واحد من واره وبيحدفه قدام الأوتوبيس وبيموت وولت أبي ما يجب من وساعد المايك وبتبله جوانا انه روحاول يتعوصل مع اي حد بتاني بيبقى عقبه المرادي في داني ابنه او كارن مراته وانه لازم يدوع فوره على برين لانه محطة كولد سبرينج على بعد تات محطات ووقته بيجي اكتر وبمجرد ما يتأكد من هويت برين يبقى يزرع في صندته جاد التجسس انه محطوط في جيبه وبكأكد له انه برقبه كويس وانه بعد ما يخلص المكالمة يبقى يرجع الموبايل لصاحبه اللي وافوره وبيروح مايك محد حارطة القطر وبيشوف ان الركب بين النازل محطة كولد سبرينج هكيبعد سكرته وميتعلم فيها على رقم سبعة انه هي رقم المنطقة اللي نازل فيها وبيبدأ يمشه في القطر عشان يصاد اربائرك البعث ويجاد مع كل الركاب اللي نازلين في محطة كولد سبرينج وبيروح ازا اول واحد وبيكون سمسار بورسة وبيروح مايك عشان يتكنن معاه ويعرف اي معلومات عنه لكن السمسار بيقوله انه مش هضايا وقت مقفل الكلام لانه وقت سامين جيب دم ولو اضح من لبس وصاته وجازمته انه معوش ولسه عشان يشارزالها وساعتها موبايد السمسار بيرانه بيخرجه من الشانطات تاعته وبيتأكد مايك ساعتها ان الشانطاته مفهاش حاجة تخليشه كيسي وبيسيبه بعد ما بيشتيمه كسالب سنوبه لعنصري ضده وبيروح للتاني واحد نازل لمنطقة السبعة اللي هي بحاطة كولد سبرينج وبيتكون شابة صغيرة وبيحاولوا مفتح معاها كانان باي شاكل لكنها بتقوم عشان تفهر مكانها لانها الان مايك يكون متحرس ولا حاجة وبيتحرحك مايك وراها لانه ما عشان كان مقفورة برضو يحد ما بترسي البنت على مايك بحيخف فلفل فاديمسك شانطاتها وبيفتحها عشان يناس الكودينج فيها على الأرض وبينيها ميانها بكوت هويات مزيافة وبتقولي البنت ان الهوايات دي مش بتاعتها وبتاعت صديقه اللي سابت شانطة معاها لانه خفك مسك بيهم وبتتأكد انه مصورتي وبكلم الهويات من على الأرض والترجع تانين مكانها وبيشوف مايك قدامه وإعلان بيقول ان اي حد بيشوف شخص التصرفاته مريبة يبلر أن القض فبيروح مايك لسام وبيقول ان في طلب أشخاص كون ردبين سوا وفاجأة كل واحد بقى في عربية لوحده والتلاتة مذيوم حتى واحدة اللي هي كولد سبرين وان يحز بحركة غريبة منهم فبيروح سام الأول واحدة فيهم وهي الممرضة اللي طلب منها تفتيش الشنكة بتاعتها لإدارات أمية عسوية في القطف وبيفضل مايك بايد عشان يلايب اللي هيحصن لحد ما بيلايه شخص انه على رقابته واش مقعد على كرسي والتسكرة بتاعته وبتقوله انه نازل محبة كل سبرينج باربل وما حدش يبانه منه دي النوعات ما كان بيبصه على التذكرة ما كانش الشخص ده قاد مكانه وبيقوم مايك يتحرك وراه لكن الشخص ده بيكون حزس انه مترائب وبيستنى مايك يقرب منه وبيخنقه عشان يعترفهم رائبوا لي فبيمتقوا مايك اسم برين وبيلايه ان الشخص كانو تعرف عن اسم وبيخنقه سوا وأثناء الخناء بيقدر مايك انه يحط جهاز التدسس وشان تبتهتو وبعدها بيسيبوا الشخص ده عشان ما انفتش الانتباهني أكتر وبعد ما بيقعد في المكان وبيلايه ان توني صاحبه جايله وبيقوله ان فيه التفال جاله على موبايله من محاقلك شرطة وبيرد مايك على أليكس لصديقه وبيحجروا مايك على كل اللي حصل وانه بيدور على حد اسمه برين فبيفرم أليكس ده كل اللي بيحصل وبيفهم مايك انه كان من يومين فيه دليمة أكل حصلت لمواصدف حكومة ادقان انه انت حور لكنها كانت دليمة أكل في الحقيقة وفيه شاهد شافتين بيرموا مواصدف ده من مكتبه والشاهد ده اسمه برين وما حدش عارفش ناكله عشان ما تعرضش اللي اقتيل وبيفهم مايك انه سن مشاهد بريق لأصابع عشان تقتله وانه جوانا قتله مأسوس لانه عارفة ظروفه وضعفه قدام الفلوسه وزكاؤه بقعوكم مشوهله كشورتي سابق وبيكون فعلا فيه محاققين موينين في محطة كولد سبرينج مستنين برين عشان يوحيش هنث المحكمة سهب يقرر مايك انه يدور على برين عشان يحذره ويحميه الحد ومحابة بتاعته وبيدور عليه حد ما بيلايش انتوتهم هرماية فالعربية اللي فاصل فيها التكييف وبتكون فاضية وبعدها نسمع موبايل بيرين من تحت الارضان واقف عليها صريف تهغطها الارضية بيلاي برين ميت قدامه وبيفاتش جيوبه فبيكتشف انه كان من الشرطة وانه مش برين اللي بيدور عليه وبعدها بياخد التليفون اللي في جيبه وبيرد عن المتصل وبيطلع عن المتصل هيجوانا وبتقولو انه بسلبو هالتتو في ركب تاني ميت والمرة دايما ينفعش يرنط لان القطر قرب بالمحطة وكمان في واحد من الركاب حدس انه في حركة غالبة وبلغة والشرطة اللي هكيد خونتفاكتش ان القطر دلوقتي ويستحصل انه يفلك منهم وإلا عيلته هاتفا في قطر وبيضطر مايك انه يستخبع دم بغسط المحطط كونه مقتوني وبعدها بينزل على قطبان القطر لكن القطر بيتحرك وبيكون لازم يدكا فيه بسرعة وده بيحالي انشان تابتاعت وزد قطر وبتير كل الفوس اللي فيها وبينجح ريطه القطر منتين اللي بتتسهد بيجوانا تاني عشان تفاهمه انه قدامه حو تتين بس الكولد سبرينج وانه لازم ينجس في المهمة بتاعته فبيجدينه ثكرة انه يبوز دائلة الكهرباء بتاعت كل عربيات القطر من هذا عربية واحدة عشان يجبر كل الركاب النوم يتوضعه رحية عربية واحدة بس ويجمعه في كلهم في مكان واحد هو بينجح فقطته وبيتجمع الكل في عربية واحدة وبيلاني في شخص مفهود نازل كولد سبرينج وبيلايه صاحبه توني كوتشين كنوع من التسلية فبيانضم جيه وبيبدأ ان يتكلم عن نفسه كنوع من استعطاف اللي حاولي انهم يشاركوا حياتهم وما كمان وبيقولي توني بصوته عالي عشان ينويه يسمع انه ترد من شغره وما بقاش معه فلوس لدرسة ابنه والبيته وانه كذب على مراته ومعلهش ومش عارف هيقدر يعودها ازاي بفشله في الصرف على عيلته وبيسأل توني اي رأيه لو تعرض عليه انه يعمل حاجة ومعانة مش هفق أسهر عليه إطلاقا لكنها بأسهر انا شافه سواحد بس في القطر وفي مقافن هياخد مئة ألف دولار فبيوفق توني بصورة عم نهيره ما يعرف ايه ويفان او لا يستنى الشخص ازا لكن اللي بيلعب معهم بيسألوا اين هو الفعل اللي هيفطلب منه فبيقولوا مايك من يدور عم شخص معانف بقطر شخص مش معروف هو رجل ولا بنت معاش عم تشيلها والمطلوب منه انه يلاقيه قبل ما ينزل فبيسألوا اللي بيلعب معهم تاني ايه هيحصل للشخص ده بعد ما يلاقيه لو لقاه فبيجوبوا مايك وبيقولوا ان الشخص ده هيموت فبيقولوا اللي بيلعب معهم ان اسمه جاكسون وانه مسافر منتظم في القطر والدليل على كده التسكر الشهرية اللي معاه وبيسألوا جاكسون لو العرض ده تقال له هيعمل ايه فبيقولوا مايك انه ساعتها هيباوستكيف كل العربيات عشان يجمع كل الركاب في عربية واحدة ويحكينهم ان اللي حصل معاه وساعتها هيكون كل عارف القصة وانه قدامه اربع اشخاص بس شجك فيهم اولهم الممرضة والبنت صاحبة الهويات المزيفة والسمصار والراجل اللي معاه جتار وساعده على الوقوف ساعة ما كان بيتخانق مع الراجل ابواشم وبياخد مايك باله ان اللي معاه جتار امن العربية فبيقوم وراه وبيقوله الشخص ده لو هو برين ايه يحصل له وهل هيبقى خطر عليه بسببه او بسبب غيره سبيحاول مايك يطمنه انه مش بنيدور عليه عشان يقتله انما عشان يحذره ويعرف اين اللي معاه في الشنطة سبيقوله انه الجتار مش اكتر وبيخرج الجتار قدام مايك وبيروح مايك عشان يجيب فاس من كابينة القطر وبيلف بيلاقي الشخص ماسك مسدس وبيهديده بيه وده العين مايك بيكون قارف ان الشخص اللي قدامه مش برين وانه طبع جوانة وهو اللي بلغ عن والد وقتل محاقق الشرطة وقدر مايك انه يخمن كده لان الجتار معمول الاشخاص اللي بيعزفه بايدي الشمال وان اللي قدامه ساعد على الوقوف بالايدي اليمين ده غير انه ماسك المسدس بايديه اليمين برضو ومعنى كده ان الجتار ده مش بتاعه واخده كنوع من التمويه بس وهو بيانبهر الشخص اللي قدامه في زكاؤه وبيطلب منه انه يميز مين برين عشان يخلص عليه قبل ما يوصل لمحطة كولد سبرينج وبييجي معليه مايك قبل ما يضرب عليه نور وبيتخنقه مع بعض لحد ما مايك بيمسك الجتار وبيكساره عليه وبيرميه من شباك القطر وساعتها التليفون اللي خده من المحقق المقتول بيرن وبتكون جوانة بتسأله لو قدر يحدد برين ولا لأ فبولا مش مهم لان راجل بتاعه مات خلاص فبتؤمر انه ياخد المسادس من على الارض ويروح يقتل برين وإن لأمراته ابنه هيتقتله وبيكون القطر وقف في المحطة قبل الاخيرة بتاعته وقدام مايك فرصة واحدة بس قبل ما القطر يوصل لكولد سبرينج محطته ناقية لكن السمسار بينزل في المحطة اللي قبل كولد سبرينج وبيروح يقعد قدام الممردة وبيقولها ان ما فيش غالها قدامه وبيطلب منها كفتح شنطتها وهم بترفض بيهددها بالمسادس اللي معاه وبياخد موبايلها لما بيلاقي بتتخانق مع حبيبها والنم رواحها بيتها بعد ما تخانقت مع حبيبها اللي كانت سكنة معناه فبا بيفهمش ازاي برين مش موجود لحد ما بيفتكر انه في الاول كان السمسار ققت جنب بنته وما دايقها بسبب صوته العالي قامت وثبت مكانها وتسكرتها وغيرت كرسيها وبيروح ناحية البنت وبيلاقيها حتى سمعت فودانها ومش سامع اي حاجة حصلت في القطر وبيبقى اخيرا قدر يحدد برين اللي بيدور عليها وبتتصل بيه جوانا عشان تقوله انه لازم يقتلها وإلا شركتها مش هتسكت وهتقت الكل اللي في القطر وبتقفل السكة في وشه فبيفهم ان القطر فيه حاجة وبيقمر سام انه يشد الفرامل هي أدوية بتاعت القطر لكن الفرامل بتنفجر والقطر ما بيقفش والانفجار بيموت سواها القطر وبيعرفوا ان القطر مش هيقف لحد ما ينفجر في اخر المصار بتاعه فبيحاول مايك وسام انهم يفصلوا لعربية الاخيرة اللي فيها ركاب عن الباقي عشان لما يوصلوا للمنعطف يكون فرصة انقلاب العربية الأخيرة أقل من انقلاب بالقطر وبينجح مايك انه يفصل العربية الأخيرة فعلا وبيشوفوا قدامه القطر وهو بيتدمر بعد ما بيخرج من مصاره وبسبب الانفجار بيتدمر قديب القطر وبتخرج عربية الركاب من مصارها يا كمان لكن بصغر حجمها بتفضل تسحف عالطريه من غير ما تتقلب هو اول ما بتقف بيقول لكل الركاب انهم يقفلوا شابيك القطر فورا لانهم مستهدفين من اي حد وممكن يكون فيه قناص مستعدة يقتلهم كلهم مقابل انه يقتل شخص معين محدش عارف شكله اللي هو برين وبيروح ناحية برين وبيقولها انه عايز يعرف انه في شنطتها مطلوب للدرجات دي فبتحكيروا انها كانت سيومة عمد صديقها ريكي في شغله وكانك مستنية في الأسانسير وفجأة ظهر شخصين في مكتبه وساقتها يستخبت خبت عشان ان كانت فكرة ان وجودها في مكتبه وفي ساعة متأخرة عيام المشكلة لكنها لقيتهم بيتخانوا معها عشان ياخدوا هارد عليه معلومات مهمة وضربوه وواحد منهم قاله انه ما فيش حد بيعمل فعل انه بلدي لوازي لان النوبل انتهى وبعد ما اعترف له من الهارد الموجود في بيت ورموه منه على السطح والشورطة قالت انه انتحر وساعتها رجعت بيت وخدت الهارد عشان كده هي مطلوبة لان الهارد معاياها وماقدرتش ده تصل بالشورطة لان اللي قتله كان شورطة ولولاني صاحبتها تعرف حد في الشورطة اسمه العميل جارسيا واللي ساعتها وقالها تقابله في محطة كولد سبرينج وهو يحميها وساعتها بيحوط القطر الرجال الشورطة وبيتم التبليغ عن مايك انه ارهاب يخاطف القطر واخد راهين وبيدخله صديقه اليكس عشان يتكلم معاه وبيعرض عليه انه الخرج راهين من عنده وياخده بدلهم عشان يقدروا يتكلمه وبيدخله اليكس وبيفهم منه كل اللي حصل فبيقول له اليكس انه لازم يسلم نفسه وما يعملش فيها بطل وانه ما فيش حد بيعمل فعلا انه بيلده وقت فعلا لانه نوبل انتهى فبيفهم مايك انه اليكس هو اللي قتل ريكي ورمى من فوق المبنى وبيهدده بالمسدس انه يعترف بالعمله فبيقول له اليكس انه مايك كان انسى بواحد المهمة دي والشاهد لازم يموت وإلى ناس كتير هتتأذي وساعتها موبايل اليكس بيرن وبيقول له مايك انه لو ما ردش قلته هتموت فما بيكونش قدام مايك حل تاني غير الاستسلاهم وبيسلم مايك المسدس بتاعه وبيرد اليكس على جوانه وبيقولها ان الموضوع انتهى قريب وبيبدأ يدور على برين بنفسه عشان يقتيلها وبتكون الشورتة قادرة تحدد الاشخاص الموجودة من خلال جهاز لابسه اليكس بيكون محدد نفسه باللون الازرق وباير ركاب باللون الاصفر عشان لو حصل ضرب نار يتجنبه الضرب على الازرق وبيحاول اليكس انه يعرف مين برين ولكنه بيلاقي انه باير الركاب الموجودين كل واحد بيقوله على نفسه انه برين عشان يشتته انتباعه فبيضرب اليكس رصاصه على جاكسون وبيجي معالي مايك عشان يحمي باير ركاب وبيقدر ان ياخد الجهاز اللي بيعالم اليكس بالازرق والاشعب تتقلب وبيبقى اليكس وانون الاصفر واول انه بيمسك المسدس وبيفهم القناس ان واحد من الركاب هيقتل اليكس فبيضرب النار على ماسك المسدس وبيقتل اليكس بالعكس وبتقطاهم الشرطة القطر وبيحراره الروهين اللي فيه وبيدخل العميل جارسيا وبيعرف اللي حصل من برين وبيطامن مايك على عائلته وبيلاه مايك ان كل الركاب بيدافه عنه وبيقوله علي انه بطل وهو سبب انقاذه من القطر وبيلاه كارين وداني جوم عشان يطامنه عليه وبيقدر ان ينقذ برين والهارد اللي هيفضح كل المسؤولين عن عمليات الفساد في المدينة وبعد تحقيقات كتير بيكون مايك على قطره بيقابل جوانا وبيقوله انه كان متأكد انه هيقابلها تاني وان اللي عابتها ما كانتش محكمة لدرجة نجاحها وان خطتها كانت هتنجح لو برين ماتت او هو نفسه مات انما العكس هو اللي حصل وهو أليكس اللي كان شغال معهم هو اللي مات وبتكون جوانا بتكلمه وهي متطمنة لانها عارفة انه شخص مرفوض من شغله وعاطل لكنه بيطلع لها شرط المحاككة الجديدة بتاعته وانه رجع للشرطة ذاني وبتفهم جوانا انه مقبود عليها وكل اللي وراها هيقع واحد ورا التاني